اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع الايكترونية طبعا تعرفنا في المحاضرات السابقة كيفية تخزين المتغيرات وطباعة المتغيرات وكذلك تعلمنا كيفية زراعة اكواد الـ HTML بداخل لغة PHP في هذه المحاضرة راح نتعلم شيء مهم جدا جدا في لغات البرمجة وهو الـ if and else طبعا في داخل مجلد الـ hdocs سواء مجلد سميناه sport وبداخل مجلد الـ sport ملف PHP اسمه index.php هذا المجلد فارغ وهذا استدعينا بالمتصفح طبعا localhost slash sport slash index.php راح نشوف هذا المجلد او الملف عفوا فارغ في البداية راح نفتح وسم PHP وطبعا راح نغلق الوسم وراح نجرب الملف فقط نطبع مثلا ايكو فقط نكتب مثلا بي اتش ولا ننسى الفارزة المنقوطة وطبعا نجرب نلاحظ انه بي اتش تمام جدا. الـ if هي عبارة عن أداة شرطية هاي الأداة شرطية ممكن نستعلم عن أمر معين ان تم الاستعلام بشكل صحيح يظهر لنا شيء معين وان لم يتم الاستعلام يظهر لنا شيء آخر مثلا ناخذ مثال نسوي متغير متغير نسميه مثلا name يساوي نخزل بداخل هذا المتغير اسم مثلا بها وطبعا هنانا فاصلة منقوطة وننزل الى الأسفر راح نستعلم اذا هذا الاسم كان صحيح راح تطلع لنا رسالة good واذا الاسم غير صحيح راح تطلع لنا رسالة no good طيب كيف نستعلم من خلال الدالة if نكتب if طبعا في البداية نكتب if وطبعا نضيف الـ brackets هذه الـ brackets يعني كلمة if قواس اثنين اللي راح يكون بداخلهن الشرط و brackets اثنين راح يكون بداخلهن القيمة الصحيحة ان تحقق الشرط طيب راح نستعلم اذا كان بداخل هذا القوس اذا كان المتغير name نكتب المتغير name يساوي يساوي طبعا هنانا اليساوي مرتين وليس مرة واحدة المرة واحدة يساوي اذا كانت مرة واحدة ليعطاء قيمة اما نكتبها مرتين للاستعلام عن هذه القيمة يساوي يساوي مثلا خلي بيان قوسيا نكتب بها اذا كان هذا المتغير يساوي يساوي بها اطبعا هنا ايكو مثلا good طبعا راح يجي المتصفح راح يشوف المتغير اللي هو name هل يساوي بها يقارن اذا كان يساوي بها راح يبطيني good نجي نستعلم بهذه المنطقة طيب هنا اذا نجي الرفرش راح يقول عندك خطأ بالسطر سبعة هنا عندنا سطر سبعة خطأ اسم المتغير nmae هنا انا n a m e طبعا ممكن ان ناخذ copy من هذا المتغير ونضيفه ممكن هنا هنا انا يعني فقط انه كان عندنا خطأ بكتابة اسم المتغير ممتاز وطبعا نجي هنا انا راح تطلع عندنا good ممتاز ممكن ناخذ مثال اخر ممكن ناخذ هنا انا نخلي متغير اخر نسمي password يساوي مثلا نخلي القيمة 1 2 3 4 اهنا انا طبعا ممكن نضيف دالة اخرى نستعلم if نفتح الاقواس الاستعلام واقواس النتائج طبعا نجي ناخذ copy لهذا الاسم المتغير بداخل اقواس الاستعلام يساوي يساوي مثلا نخلي هذه القيمة اللي هي 1 2 3 4 تطلع عندنا هنا انا رسالة eco نكتب eco مثلا احسنت كلمة المرور صحيحة ممتاز نجي نستعلم اذا نلاحظ good احسنت كلمة المرور صحيحة طبعا ممكن انه نحذف هذه الدالة ctrl s احسنت كلمة المرور صحيحة احنا طبعا اجي هذا المتغير اللي هو password اجي فحصه هل هو يساوي يساوي 1 2 3 4 اذا صحيح راح يطلع عندنا هذه الرسالة واذا خطى يعني مثلا انه اه نخلي هذا مثلا بيفد عبارات ونلاحظ انه هذا ال password راح فعلا يساوي هذا الرقم راح يجي check هنا يبحص ما راح يلقى يساوي فهل راح يطلع لهذه الرسالة ام لا نجي اللي هنا انا refresh ما راح يطلع لشي ليش لان ما راح يكون مساوي لقيمة المتغير طيب اذا كان مساوي راح يطلع عندنا هذه القيمة اذا اريد اطبع النتيجة الخاطئة او اطبع عبارة تدلع النتيجة الخاطئة اجي هنا انا بنهاية هذا القوس اكتب العبارة else اه هذه العبارة else واضيف اقواس اثنين else واقواس اثنين واجي اطبع هنا انا ايكو اكتب مثلا كلمة المرور غير صحيحة حاول مرة اخرى اجي اذا كلمة المرور صحيحة راح تطلع عني هذه العبارة واذا غير صحيحة اضيف else ورح تطلع لي هذه العبارة نحفظ وطبعا نجي هنا انا كلمة المرور غير صحيحة حاول مرة اخرى لنفرض انه راح نخلي كلمة المرور صحيحة وكنترول اس وطبعا نجي الى هنا انا رفرش احسن كلمة المرور صحيحة فاذا هذه هي الدالة f الدالة f فائدتها تستعلمنا عن شيء هذا الشيء ان كان صحيح راح يطلع لنا فاذ شيء معين عبارة معينة وان كان خطأ راح تظهر لنا عبارة اخرى وطبعا ان شاء الله راح ناخذ امثلة كثيرة جدا جدا على هذه الدالة الى ان نفهمها بشكل ممتاز جدا نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة